بعد مواجهات ليست بالعنيفة بين قوات الأمن ومتشددين نجحت القوات الحكومية في استعادة السيطرة على مديرية المحفظ شرق محافظة أبيان بعد ساعات قليلة من سقوطها في يد الجماعات المسلحة إثر هجوم استهدف المواقع العسكرية التابعة لقوات الحزام الأمني القوات الأمنية بعد وصولها سارعت بتكثيف تواجدها العسكري في مداخل المدينة ومخارجها وأعلنت إطلاق حملات أمنية مشددة على ملاحقة المسلحين في المناطق الشرقية خصوصا وأن الأحداث الأخيرة في مديرية المحفظ تلتها عمليات تفجير لعبوات ناسفة استهدفت دوريات عسكرية وأحدثت قتلى وجرحة في صفوف الجنود بعد الحملة الأمنية في المحافظة تمكنت الإجهزة الأمنية من فرض سيطرتها على المديرية وخروج المسلحين منها لكن ذلك بحسب مراقبين لم يكن كافيا لاستعادة هيبة الدولة خصوصا بعد سقوط المعسكرات في قبضة المتشددين في وقت سابق ما يعني حاجة الدولة لتعزيز تواجدها في المناطق النائية بطريقة تظهر قوتها العسكرية إذ إن ظهور الجماعات وعودة تحركاتها بات يشكل خطرا إضافيا لزعزعة أمن المحافظة واستقرارها لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان